طيب مباراة النجم السحلي مباراة النجم السحلي طبعا الجهاز الطب النهاردة أعلن صعوبة لحق رمضان صبحي بمباراة النجم السحلي لأنه لسه التقام المزء أو التأهيل بالنسبة لرمضان خلال الفترة الجاية لم يعني يحصل بنسبة 100% ممكن يكون فيه مؤشرات على نزوله للتدريبات الخفيفة في الفترة الجاية بس الوقت دايئة جدا من النهاردة اليوم لحد الوقت دايئة ومحتاج مساحة وقت عشان يتأهل رمضان فظلت كمانك في شهر فبراير عندك مباراة صعبة ومباراة قوية وفيها بطولات انت بتتكلم أول فبراير مباراة بيرامنز في الدوري عايز تكمل الدوري بشكل كويس عندك مباراة الأهل والزمالك في مباراتين في شهر فبراير مباراة السوبر ثم مباراة الدوري يعني لما نشوف موعدها هيكون 24 دا كلام نهاية تتلاقي ولا ايه نشوف الفترة الجاية عندك كمان بطولة إفريقية انت بتتكلم في 28 اتنين ان شاء الله دوري 8 لما نتأهل بإذن الله فبالتالي الجهاز الطبي والجهاز الفني مش مستعجلين على رمضان لغاية لما تكتمل جهازيته والشفاءه في الفترة اللي جاية ايضا كمان عنك حمدي فتح ومحمد محمود دا موجودين في حاليا خارج مصر للاتمنال على سير البرنامج العلاجي بالنسبة للمرحلة اللي جاية طبعا محمد محمود عمل روباطة صليبي عملية جراحية وحمد فتحي غدروف في الرجبة والجهاز الطبي بيحاول يتابع الأمور المتعلقة بالبرنامج العلاجي في الفترة اللي جاية سعد سمير عايزة منكم ان سعد سمير بدأ خلاص تنفيذ البرنامج التأهيلي للفترة اللي جاية كلنا عارفين ان هو عمل عملية وطر أكيليس في ألمانيا خلال الفترة القادمة ومتحدد له كده برنامج علاجي في الفترة اللي جاية ان شاء الله عشان يكون جاهز بالنسبة للمباريات القادمة سعد يمكن خلاص بدأ يعمل تدريبات تأهيلي في الجيم بس بأمور بسيطة كده عشان يقدر بعد ما يفق الغرز بعد كده ان شاء الله يبقى فيه برنامج تأهيلي آخر قبل ما يسافر ألمانيا ثم يعود ان شاء الله للمرحلة الأخيرة في القاهرة والإطمان على حالته وصحته قبل عودته للملاعب لكن سعد سمير محمد محمود حمد فتحي طبعا بنسبة كبيرة خارج إطار الفريق حتى نهاية الموسم وكلنا عارفين طبعا ان سعد كان تم رفع اسم قائمة أو اسمه من القايمة المحلية في الفترة الأخيرة لإضافة محمود ده قهربة بعد التعاقد معاه في أوائل هذا الشهر الجري طبعا متعلقة بقى فيه خبر متعلق بمباراة السوبر مباراة الأهلي والزمالك ان شاء الله في السوبر لسه هنشوف بقى الفترة الجاية إزاي هيتم تحديد أسعار التذاكر مباراة السوبر إما هيتم إمتى هيتم موعد طرحها المباراة تقام على أستاذ محمد بن زايد في نادي الجزيرة الإماراتي كل هذه الأمور بالتأكيد هتكون محل حديث وبالتأكيد الأخبار هتبقى مهمة أوه في هذا الملف لأن الجمهور محتاج بقى يحجز تذاكر ويعرف إزاي يحضر مباراة الأهلي في السوبر اللي هتكون في أستاذ محمد بن زايد وبسعة جمهرية 37 ألف متفرج وهيكون معايا أستاذ أحمد عوصل لأنه عنده بالتأكيد كلام مهم جدا فيما هو متعلق بمباراة السوبر بين أهل والزمالج اللي هتقام في أبو ظبي طيب دي كانت أخبار النادي الأهلي ومتعلقة بالفترة اللي جاية ومباراة النجم الساحلي وكان لنا إطلالة مهمة جدا وإحنا بنعقد مقنة بين أرقام الليفربول وأرقام النادي الأهلي وكواليتي وإمكانيات لعاب النادي الأهلي في الفترة اللي جاية قبل مباراة النجم الساحلي وزي الجمهور لازم يضع السقة الكاملة في اللاعبين ويشجع ويحفز قبل مباراة النجم الساحلي إن شاء الله يوم الأحد القادم